اشتركوا في القناة هذا الفيلم السينمائي يجسد واقعاً تعيشه يومياً كثير من النساء في مصر نساء يتعرض بعضهن لتحرش جنسي على اختلاف درجاته فعل التحرش هذا يدفع بضحاياه من الفتيات للمجيء إلى هنا هذا المركز يفتح أبوابه لمعالجة ضحايا العنف والاعتداء الجنسي ذهبنا إليهم وطلبنا مقابلة إحدى الضحايا لكن الطلب قبل بالرفض فعدم تعرض الضحية لوسائل الإعلام يعتبر جزءاً من العلاج النفسي مجموعة البنات اللي تعرضوا للتحرش في التحرير فكان أصعب ما فيها المطاردة بتاعة الصحافة اللي بصراحة دمرت لها حياتها لأنه طبعاً البنت بقى فيه الناس كلها بقيت عارفة ده منطقتها اللي هي عيشة فيها غير الإصابات الجسمية اللي حصلت لها يعني غير الإصابة النفسية اللي حصلت لها فبقى فيه مشكلة حقيقية فمنذ الخامس والعشرين من يناير عام 2011 تصعدت جرائم العنف الجنسي ضد المرأة نتيجة استغلال المتحرشين لمناطق التظاهرات وتحويل بعضها إلى ساحات للتحرش بالنساء وربما جاء ذلك الفعل بشكل ممنهج لمحاولة رضع المتظاهرات عن المشاركة في الحياة السياسية برأيي كثيرين في ذكرى الثورة 25 يناير 2013 إجمال الوقاع بلغت 24 حالة تحرش جماعي ده فيهم 25 يناير بس قبل وبعد ما فيش إحصائية سابتة وده كان يرجع للرقم ده لشغل قود التحرش والاعتداء 24 حالة دول منهم 8 يحتاجوا دعم طبي وتدخل طبي سريع في ذكرى 36 في محيط الاتحادية ومدان التحرير إجمال الوقاع تجاوزت الـ 50 وقع وفي عام 2011 وأثناء فترة حكم المجلس العسكري للبلاد تم شمول مجموعة أكبر من الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على المرأة لتكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد وعلى الرغم من أن كثيرا من الضحايا لم تجهرن بعرض ما حدث لهن أمام الرأي العام لوقوف العادات والتقاليد حائلا دون ذلك فإن نسبة قليلة منهن رفضت التسامح مع هذه الظاهرة ما سكيتش على التحرير اللي حصل التفت للشخص اللي قال كده وبدأت أن أنا أتتبعه يعني بدأت ألفله وأمشي أصرع خطوتي عشان ألحقه أو أمسكه لأنه ما كنتش متقبلة تماماً الموقف اللي حصل لأنه شايفه انتهاك انتهاك صريح حتى لو بكلمة هو حس أن أنا بجري أو بحاول ألحقه فبدأ يجري أنا كمان جريت وراه الناس فتكرت أنه سرق مني حاجة لأن شايف حد بيجري وحد بيجري قدامي فالحصل الناس فتكرت أنه هو حرامي فمسكوه بعتباره حرامي وجي أمن بعتباره حرامي برضو لما جي الأمن إيه اللي حصل ده متحرش وأنا هعمله محضر طيب خلاص طيب نضربه طيب بلاش خلاص معدي موضوع لا أصريت إن إحنا نروح نعمل محضر بالفعل رحت أعمل محضر في اسم الدقي كان فيه أمن هو اللي أخدنا الاسم كانوا بيتعاملوا بشكل أسوأ من سيء يعني ما كانش فيه فرصة إن أنا أخد حقي بأي طريقة ده براكس أنا حسيت إن الانتهاج بيتكرر تاني الزابط كان بيقول لي أنت عندك عقدة من الرجالة بإني ده أعمل محضر لمتحرش عامل آخر هو انخفاض ثقة البعض في تعامل الجهاز الأمني مع هذه النوعية من الشكاوى إلى جانب عوامل أخرى قد تدفع بكثير من الفتيات إلى التكتم على الأنف الذي مورس ضدهن فضلنا نربي الذكر بشكل مختلف على الأنثى ونربي فكرة أن جسد الأنثى هو بضاعة وهو شيء ما هواش عادي أو طبيعي فبالتالي يعني يا إما يغلى في إما ينتهك واللي بتعمل ده هي المرأة الأم التي تربي هذه الأفكار وبحسب أرقام صادرة عن منظمات دولية ومحلية فإن نسبة ليست بالقليلة من نساء مصر يتعرضن للتحرش الجنسي من هنا تصنف مصر كواحدة من أسوأ دول العالم في ممارسة العنف ضد المرأة إلا أن ذلك لم يمنع كثيرا من النساء من ممارسة دورهن السياسي في تحدي واضح لهذه الظاهرة وتتعالى الأصوات المطالبة بدرورة أن تقوم الدولة بدور أكبر في التعامل مع هذه الظاهرة والقضاء عليها دور الدولة كبير محتاجين إعادة صياغة مناهج التربية والتعليم محتاجين قانون يجرم التحرش الجنسي لأن مصر مفياش أي قانون يتكلم عن العنف الجنسي خالص حتى البنية التشريعية لم يعد فيها لإطلاق قلم التحرش كمان عندنا مشكلة في دور الداخلية لأن الداخلية المفروض منط بيها أنها عندها سلطة منع وسلطة رضع الداخلية لما قررت تشتغل في الملف ده قالت هنعمل إدارة لمتبعد جرائم العنف تجاه المرأة وكأن الدولة هي اللي تتابع طب منظمات المجتمع المدني ومبارات بتتابع وبترصد وبتوصق أنتوا إيه جديدها تقدموه أنتوا اللي عندكم ميزانية أنتوا اللي عندكم أفراد أنتوا اللي المتواجدين في الشوارع ما فيش أي حاجة ولم تتخذ للمرأة المصرية عن المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية التي أعقبت الخامسة والعشرين من يناير علم كاسب سياسية تتحقق بما يعود الثمن التي دفعته في صورة عنف مورسة ضدها وفي الوقت ذاته تستمر مطالب العديد من المنظمات الحقوقية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء هذه زجاجة المعبأة بغاز خانق تستخدمها كثير من النساء للدفاع عن أنفسهن في مواجهة المتحرشين بالطريق العام ورغم أن حيازتها غير قانونية تبقى الوسيلة السهلة للتصدي لظاهرة التحرش الجنسي التي تصاعدت في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية واقع المرأة التركية هنا يختلف نوعا ما فرغم أن الاحتجاجات لم تسجل فيها أي حالات تحرش ضد المرأة فإن حالات عنف منزلي ترتكب بحقها بشكل يومي هنا شهد هذا الميدان ميدان تقسيم أكبر تظاهرات ضد الحكومة استمرت شهرا كاملا لكن المكان لم يشهد أي اعتداء أو تحرش جنسي ضد المتظاهرات بل على العكس تماما كان هنا التعاون والتعاضد إلى درجة عالية بين الجنسين رغم أن كثيرا من المتظاهرين والمتظاهرات كانوا يبيتون هنا وينامون جنبا إلى جنب النشطاء الأتراك عزوا عدم وقوع حوادث تحرش إلى الوعي والثقافة والتربية والمستوى التعليمي العالي الذي كان يتحلى به المتظاهرون من الجنسين الغالبية العظمى ممن شاركوا معنا في الاحتجاجات كانوا من حملة الشهادات العلمية العالية كما كان بيننا كثير من الفنانين والكتاب والشعراء بالإضافة إلى طبيعة الشعب التركي المخافظ كل هذه العوامل كانت سببا في عدم وقوع حوادث تحرش أو اغتصاب أثناء احتجاجات جيزي بارك ورغم أن ميدان تقسيم لم يسجل فيه أي حادثة تحرش ضد المرأة وجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان اتهامات لمجموعة من المتظاهرين في منطقة أخرى في اسطنبول متهما إياهم بالتحرش بسيدة محجبة واعتدائهم عليها بالضرب واستشهد أردغان بصور التقطتها إحدى كاميرات المراقبة الحادثة كذبتها المعارضة وقالت إن الفيديو لا يشير بوضوح إلى حادثة تحرش أو اعتداء إلا أن الحكومة ومقربين منها أطلقوا على المتظاهرين لقب بلطجية إثر تلك الحادثة في تركيا كما تعرفون توجد متطرفون إدراجيا متطرفون وهم يعادون الحجاب والدين الإسلامي بشكل كبير جدا علما بأن عدادهم قليلة جدا والمظاهرات التي تجري الآن التي معظمها ضد سياسة أردغان هم من الناس المتطرفين خبراء القانون يقولون إن الدستور التركي يكفل للمرأة حقوقها إلى حد كبير كحقها في التعليم والعمل كما يضمن الدستور التركي للمرأة تمثيلا سياسيا في البرلمان وذلك بشهادة المفوضية الأوروبية وتنص القوانين التركية على عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات لمن يثبت عليهم ممارسة العنف ضد المرأة في عام 1999 تمت المصادقة على أول قانون يعاقب من يثبت عليهم ممارسة العنف ضد المرأة وكان هذا القانون مميزا عن كل القوانين الأخرى فيمكن المرأة من رفع قضية حتى لو لم تكن بحوزتها أدلة كافية على أن تقوم المحكمة بالبحث في القضية بعد ذلك ورغم أن حوادث العنف ضد المرأة تسجل انخفاضا عاما بعد عام بسبب صرامة القوانين التركية وبسبب حملات التوعية من مخاطر هذه الظاهرة على المجتمع لا تزال هذه الظاهرة مستمرة لسيما في المناطق الفقيرة شرقي الأناضول فقد سجلت وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية التركية تسعة آلاف عملية تدخل ضد حالات عنف جسدي ضد النساء كذلك سجلت بعض حالات القتل تحت مسمى جرائم الشرف لعل من الأمور التي تتسبب في وقوع حوادث عنف ضد المرأة هو الزواج المبكر فقد سجل في عام 2008 نحو 52 ألف حالة زواج لأطفال وفي السنوات الأربع الأخيرة سجلت نحو 230 ألف حالة زواج لأطفال مراكز وجمعيات التوعية والدفاع عن المرأة في تركيا كثيرة بعضها خصص محامين متطوعين لخدمة النساء اللواتي يعانين من العنف ويقول القائمون على هذه الجمعيات إن الإقبال على مراكزهم ليس مقصورا على النساء فحسب بل إن بعض الرجال يقصدون مراكزهم يشتكون ممارسة زوجاتهم العنف ضدهم يوما بعد يوم تصبح المرأة أكثر قوة وجرأة بفضل القوانين التي تساندها وهذا ما دفعه للتعدي على حقوق الرجل لكن من وجهة نظري أرى الخلل في التعليم والأخلاق والتربية لدى هذا الصنف من النساء تلعب وسائل الإعلام التركية دورا إيجابيا في توعية المجتمع من مخاطر هذه الظاهرة إلا أن بعضها لعب دورا سلبيا بهذا الصدد إذ يشير مراقبون وخبراء الإعلام إلى الكم الهائل من الأفلام والمسلسلات التركية التي تصور مشاهد عنف ضد المرأة والأطفال ما ينعكس سلبا على المجتمع التلفزيون هو مرآة المجتمع فإذا ما وقعت جريمة قتل ضد السيدة ولم نتحدث عن ذلك فهذا يعني أننا لا نقوم بواجبنا كإعلاميين المسلسلات مليئة بمشاهد السلاح والسكاكين والجرائم لأنها تنقل ما يحدث في المجتمع وهذا واقع بلدنا وإذا ما ذكرت المرأة التركية وذكرت حقوقها فلابد للمرأي أن يسرد الجدل السياسي الذي خلفه حجاب المرأة التركية على مدى السنوات العشر الأخيرة التي حكم فيها حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية شهدت تركيا سجالا كبيرا بين الحكومة الإسلامية والمعارضة العلمانية حول قضية الحجاب فالقوانين السابقة كانت تحضر على المحجبة دخول المدارس والجامعات وكذلك العمل في المؤسسات الحكومية إلا أن ذلك أصبح من الماضي بعد قرار حكومي سمح للمرأة بالدراسة والعمل مرتدية الحجاب في السابق كانت المحجبة تواجه عوائق كثيرة إذا ما فكرت في الالتحاق بالجامعة أو العمل في مؤسسة حكومية وهذا مؤسف أما في السنوات الخمسة الأخيرة فلم تعد هناك مشاكل لدى المحجبات في هذا الأمر بعد القرارات الحكومية التي أعادت للمحجبة حقها المرأة التركية حققت الكثير من مطالبها الحقوقية من خلال القانون التركي ودور المؤسسات النسوية المدافعة عن حقوقها لكن حالات عنف ضدها لا تزال تسجل يومياً مهران عيسى سكاي نيوز عربية إسطنبول ترجمة نانسي قنقر